بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدام احنا مشينا في بناء الانسان ومستمرين في بناء الانسان حلقتنا حلقة يوم الاثنين مخصصينها للمحور المهم ده في حياتنا المحور اللي احنا كل شوية بنسمع اخبار وبنسمع احداث تخلينا الانين على كسافة الانسانية فينا وتخلينا الانين على قد ايه احنا قادرين نستمر واحنا بنعيش في سلام وامان مع بعض الحقيقة ان ملف الاخلاق وملف الانسانية وملف جودة الانسان هو ملف هو واجب الوقت على كل واحد فينا واجب الوقت على كل واحد فينا في ذيته واجب الوقت على كل واحد فينا في مدرسته واجب الوقت في كل واحد فينا في مؤسسته وفي عمله ان احنا نحافظ على اخلاقنا ونحافظ على انسانيتنا مش بس كده نخلي كمان أخلاقنا وإنسانيتنا بتساعدنا على أن نبقى إنسان فعال وكفء في حياته نرفع من خصائص الإنسان عشان يقدر ينور البنيان يقدر يعمل الأرض بنور الأخلاق والقيم لأن القيم منورة مسؤول التنوير في الإنسان هي القيم والأخلاق وإحنا قبل كده اتكلمنا عن الأخلاق والقيم وتكلمنا على أن الأخلاق بتتكون من ثلاث عناصر العنصر الأولاني هو القيمة هو المعنى المنور اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله وجعله في فطرة الإنسان وبعدين السلوك وبينهم الإرادة اللي هي متمثلة في النية يبقى الخلق نية قيمة بتتحول إلى سلوك بالإرادة وتكلمنا على أن إحنا عندنا ثلاث قيم مركزية وتلاث قيم عليا في الشرع الشريف الرحمة اللي أخذناها من الإيمان من حديث جبريل لما سأل رسول الله عن الإيمان فأخذنا منها قيمة الرحمة وسألوا عن الإسلام فأخذنا منها قيمة الخير وسألوا عن الإحسان فأخذنا منها قيمة الجمال واتفاجئنا احنا بندرس الحالة الإنسانية الآن فوجدنا 11 قيمة هي 11 قيمة الفعالة في حياة الناس اللي الناس في الغالب مجتمعين عليهم فوجدنا 11 قيمة دول بيندرجوا تحت القيم التلاتة الكبرى وانتهينا من الكلام عن القيم اللي بتندرج تحت الرحمة وبدأنا وانتهينا من تلات قيم بتندرج تحت الخير اللي هي كانت قيمة التعاون والاتحاد والنزاهة والنهاردة عن كمل مربع القيم المكونة للخير الخير الفعال الخير التنموي الخير الذي يملأ الدنيا عمرانا ايه بقى الحاجة اللي عندنا القيمة اللي عندنا بتكمل بنيان الخير قيمة مهمة قوي لو مش موجودة الخير يا تلاشة لو مش موجودة الخير ميبقلوش معنا القيمة دي هي قيمة ان كل واحد فينا يبقى مسؤول قيمة المسؤولية بالمناسبة المسؤولية ملهاش علاقة بالمناصب المسؤولية شائعة حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعيتي الرجل راعن وهو مسؤول عن رعيتي والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتي اذا المسؤولية مكون رئيسي في شخصية الانسان يعني مكون رئيسي المسؤولية موضوعة في فترة الانسان وتلاقي وزاك التلات طفل يزعل لو ان هو عمل حاجة غلط لانه حاسس بالمسؤولية احنا فاهمين المسؤولية غلط المسؤولية مش بتيجي بان الانسان يبقى مضغوط المسؤولية مش معناها ان الواحد يكون دايما حاسس بانه فيه اشياء اعباء بتيجي عليه من كل حتة ده مش معنى المسؤولية المسؤولية هو ان الانسان يكون عنده ضمير بيدفعه ان يعمل الاشياء الصحيحة في الاوقات المناسبة لها بجودة عالية بدون ادنى ضغط عليه من احد فالمسؤولية في الحقيقة ما لهاش دعوة بكثرة المهام والمسؤولية بتحسس الانسان بالمدد ولذلك الانسان المسؤول ده ممدود من الله سبحانه وتعالى فالمسؤول معان مهما تنوعت المسؤوليات اللي عليه ولو تنوعت المسؤوليات بيعمل لكل الوان من بتفتح له ابواب من اللزة والحلاوة مع كل مسؤولية وكل مهمة بتحملها بإذا المسؤوليات مدد من الله اسألوا الناس اللي هم بيحبوا شغلهم أو بيحبوا عملهم ازاي يقولك قلبه على الشغل قلبه على الشغل تعبير رائع ايه حكاية قلبه على الشغل ده قلبه على الشغل هو بيحس ان فيه مسؤولية باطنة جاية من ضميره بتحسسه ان الشغل ده تكأنه ابنه ان الشغل ده كأنه حبيبه ان الشغل بيغير على الشغل الشخص ده مسؤول الشخص اللي هو حاسس ان اولاده لازم يبقوا احسن منه ده شخص مسؤول المسؤولية ان الشخص ببساطة يكون فيه مجموعة من الصفات اول صفة ان هو يكون منتظم لما ينضبط تحس ان انت عندك اتزان يبقى اول حاجة في المسؤولية ان الانسان يكون منضبط وتحس ان حياتك ساعتها لما تكون منضبط تحس ان حياتك ليها معنا الامر التاني ان العنصر التاني بيكون مسؤولية الصدق ان الشخص المسؤول صادق مفيش مسؤول حقيقي ويكون كاذب ابدا ده مش مسؤول له يفيش واحد بيبقى مسؤول ويكذب مش معقولة يكون انا مسؤول عن اولادي واجي اعمل ايه اخدر بهم اخنهم وانا مسؤول عنهم ما بيبقاش ساعتها الانسان مسؤول يبقى الصدق بيخليك تحس انك بني ادم مش بتكذب على الناس فتحس ان انت وحش او تعلب بيتلاعب بالناس وياكل وينهش في لحمهم من ظهرهم ده مش مسؤول ده تالت حاجة ان المسؤول عنده احساس بالالتزام يبقى هو منتظم صادق عنده احساس بالالتزام عنده احساس داخلي بيخليه هو ملتزم يصحى بدري بيدافع وجداني من عنده ليه؟ لانه حاسس ان هو واجب عليه انه يعمل كده طب اذا قال بيوفي وينفذ ليه؟ عشان هو مسؤول واذا عمل حاجة يحاول يحققها قدر مستطاع في وقتها المناسب رابع صفة ان الشخص اللي عنده مسؤولية اللي عنده قيمة المسؤولية قيمة مهمة عنده بيرائب الاحسان والجودة في كل حاجة بيعمله ان الله يحب إذا عمل لأحدكم عملا ان يتقنه الاربع حاجات دول هم اللي بيخلوا الشخص مسؤول اول حاجة لما يكون منتظم تاني حاجة لما يكون الشخص ده صادق تالت حاجة لما يكون هو ملتزم رابع حاجة لما يكون الشخص ده دايما بيرائب الاحسان والجودة الاحسان والجودة ان يطلع الحاجة في افضل صورة موجودة ده الشخص المسؤول ونشوف اولادنا كده يقولك لا ابني ده عنده احساس بالمسؤولية يعني ايه؟ يعني الحمد لله ما بيكروتش في مذاكرته احنا لازم يعلم اولادنا المسؤولية وعندنا دور بيلقى على اكتاف المربين المربين على فكرة التربية على فكرة ممكن تكون عند كل واحد فينا التربية مش بس عند المدرسين وعند الاباء والامهات الناس في الشارع ممكن يا رب والناس ممكن يأذو واحد طفل صغير لانه تصرفه باتصرف غير مسؤولية يبقى احنا لازم نرب اولادنا على المسؤولية ففي بعض المربين اللي هما بنسمون برفيكشنست اللي هما عندهم الباحث عن الكمال ما يحبوش حاجة تبقى فيها هفوة غلطة فبعدما يعودوا الاولاد ويبقى عادة الاولادهم القيام ببعض المسؤوليات ويصبروا عليهم يقوموا ايمين بالادوار والمسؤوليات دي عن اولاده يعني ايه هو عايز الولد يلبس كويس فبدل ما الولد يتعود ان هو يلبس نفسه ويعمل كده هو يلبسه ويعمله كده ويقوله لما يجي يمد ايده عشان هو يعمل ايه يروح ضربه ما تعملش حاجة فإيه اللي يحصل فقيامه بالادوار نيابة عن اولاده بيخلوهم يصعبوا بالهشاشة الانسانية احنا كتير بنعمل كده اقول لكم حاجة محدش هزع انا موافق ان الاباء يساعدوا اولاده بس مش موافق ان الاباء يقوموا بالادوار اللي يجب اولادهم يقوموا بيها يعني فكرة ان الاب يوفر لابن كل حاجة من غير ما الابن يلتزم ويجتهد انا موافق ان ابني لو عمل اللي عليه وحس ان هو محتاج ان هو يساعده انا اساعده بس ابني مش معقولة اعمله كل حاجة فيطلع ابني لما يروح يتجوز هو مش قادر يتحمل مسؤولية بيت لانه من هو صغير هو متحملش مسؤولية وعشان كده ايه اللي حاصل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا نربي اولادنا على المسؤولية وعشان كده سيدنا عمر قال اخشوشنوا فان النعمة لا تدوم وجود الاب نعمة ما بيدومش فلازم نعرف كده وشعور الاولاد بعدم الثقة فيهم والتشكك لما انت ما تخليهم انت تقوم بالادوار عنهم بيخليهم يعملوا حاجة ما بيقدروش يعملوا حاجة كويسة فمن المهم ان المربيين احنا وبنربي اولادنا مهم جدا ان احنا وبنربي اولادنا نربيهم على المسؤولية بالتزان فما نبلغش في اشعارهم بعزم العيب اللي عليهم مش معقول ان احنا الطفل عندنا في سنة رابعة ولا فتا سنة ثالث ابتدائي نشوفه مضغوط كل الضغط ده عشان ايه بنربي اولادنا على المسؤولية والاهالي شايفيني ان ده كويس عشان اولاد هيتحملوا مسؤولية لما يتضغطوا ويروحوا للطبيب النفس وهموا في سنة 4 ابتدائي انتوا عارفين ان ان الان عيادات الاطباء النفسيين فيها زباين من عندهم خمس سنين وسبع سنين وثمان سنين فده غلط ده لان احنا بنتعامل مع المسؤولية بطريقة خطأ فيه اباء بيفضلوا انهم يعاملوا اولادهم بغلزة وشدة وانتقاد لازع ظن منهم ان دي تربية ان دي افضل في تربية الاولاد بدل من ربيهم المحبة واذاك حضرت النبي ما اخويا ربينا امران الا اخترى ايسرهم هم لا يختاروا الشدة وحضرت النبي بيقول لهم ما كان ارفقوا في شيء الا زانة وما نوزع من شيء الا شانة اولادكم هيطلعوا عندهم شين عندهم قبح وخالف لو انه رباب المحبة الولد يطلع مايع وقليل المسؤولية والمسؤولية والمحبة مش بيتعرضوا ابدا على فكرة ده جزر المسؤولية والمحبة يعني ايه يعني اصلا الاحد مش هيبقى مسؤول غير ما يكون بيحب الحاجة اللي بيعملها فلازم ربا اولادنا على المحبة عشان يقدروا يكونوا مسؤولين لان الحديث كلكم رائع وكلكم مسؤولوا عن رعياتي الرعاية اصلا منتج من منتجات المحبة ما حدش هيرع على حاجة وما بيحبهاش و refuseك لازم الاول خالص ربا اولادنا على المحبة عشان يقدروا يكونوا مسؤولين الإيمان محبة حظة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وما زال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه إذن المسؤولية محبة خلوا أولادكم يحبوا الحاجة اللي بيعملوها وإنتوا نفسكم حبوا الحاجة اللي أنتوا بتعملوها عشان تكونوا مسؤولين عنها فالمحبة الرشيدة هي اللي بتبني في الإنسان المسؤولية تجاه ما يحب تجاه ما هو مسؤول عنه فالمسؤول هو اللي بيحيى بالمحبة الرشيدة تجاه ذاته وتجاه الآخرين تجاه مجتمعه وتجاه وطنه إحنا ليه بنحب أن مصر تبقى أحسن بلد في الدنيا ليه ممكن نضحي بدمانه عشان مصر ليه عشان نحاسين أن احنا بنحبها حبنا خلنا مسؤولين عنها نضحي بحياتنا حبها هو اللي خلى الناس في أكتوبر اللي احنا لسه عايشين في ظلاله وفي جماله وفي حلاوة وفي جمال المسؤولية من جنودنا الشرفاء لما ضحوا بدمائهم وأصبحوا شهداء بينوروا حياتنا كلها وبسطف الحياة فرص للحياة النمية وحياة الرشيدة بالمحبة بالمحبة بقوا مسؤولين وبالمحبة بقوا شهداء وبالمحبة ممكن رب أولادنا على قيمة المسؤولية ويجب أن احنا لو حبينا رب أولادنا على قيمة المسؤولية تعالوا نقول لهم أن نعمل شوية حاجات نبني في نفس أولادنا الثقة واحترام زواته وعدم التهوين منها وتلاقي الأولاد منتجين وعندهم قدر من الاتزان الداخلي وبيحبوا الحياة وأقل عرضها لبعض الاترابات النفسية زي الألق أو الإحباط ويمكن في بعض الأحيان يوصلهم للهروب لإدمان مثلا السوشيال ميديا للهروب من الأعباء اللي عليهم أو الألعاب الإلكترونية على سبيل المثال تعالوا نوقف هنا شوية ما في بيت للوقت إلا وكل واحد بيشتكي أن ابنه دخل الأقضاء وقفل عن نفسه وبيلعب بالإستيشي أو بيلعب في السوشيال ميديا أو الوقت رايح منه كله عارفين ليه؟ أولادنا بيهربوا من الأعباء اللي احنا عادين نكلمهم عنها مستقبلك وحياتك ومش مدينهم فرصة أن هم يعملوا الخطأ ويعملوا التصويب ليه واحدة واحدة ما تكلموش أولادكم عن المسئولية على إن هي أجبال على إن هي هم أنتوا نفسكم لما تيجوا تعودوا مع أولادكم احنا محتاجين احنا نفسنا نتغير لازم نعرف المسئولية شرف احنا بدون المسئولية الراجل مش هيبقى راجل والست مش هيتبقى ست احنا بدون المسئولية لا قيمة لنا المسئولية هي إن احنا فعلا بنأدمين جوانا ضمير بيخلينا نعمل الحاجة بحب بيخلينا نعمل الحاجة وإحنا عارفين إن الحاجة دي لها أثر حقيقي في حياة الناس حتى لو إحنا ما شفناش الأثر ده زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال شوفوا المسئولة بتوهم لإيه إذا قامت القيامة في يد أحدكم فسيلة فليغرسها 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 ليه عشان هو مسئول عن عمار الأرض يبقى تعالوا نعمل شوية إجراءات مع أولادنا شجعوا أولادكم أثناء أداء مسئوليتهم زي مسئوليتهم من دراسية مثلا شجعوهم وإذا عملوا حاجة كويسة اسنوا عليهم واسنوا على محاولاتهم وساعدوهم يعرفوا مهاراتهم ومدحوا الحاجات الحلوة اللي بيعاملوها ولو كانت خطوة في التجاهة الصحيح تاني حاجة خلوا الأولاد يقوموا بأدوارهم مسئوليات في البيت يعني ليه إحنا نقعد نعمل كده بس بالله عليكم لما تيجي الأم تقول لي بنتها تعالي إخسر الموعين بلاش بالطريقة أنت إنسانة فشلة لا قولي لا تعالي نقسم الأدوار بنا لأننا حاسة أنت أنا وانت على قدم المساواة أنا وانت بنحب بعض ده هيتناسب جدا 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 مع الأجيال الجديدة وخاصة جيل زي جيل زي هو بيحبوا أن هم يكونوا مسئولين معنا لما تعملوا كده هيحبوكم الأولاد ويعيشوا معكم زي ما نقول مش بس قادة إن كبر ابنك خوي هو عبد زيك مكلف أمام الله سبحانه وتعالى فكمان ساعدوهما ده كمان حاجة مهمة جدا 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 تعالوا نتكلم في أوقات كتيرة على إن إحنا إزاي ممكن نصنع حياتنا مع بعض نصنع حلمنا مع بعض البيوت لو الأهل بيتكلموا مع أولادهم عن الحلم صاحب الحلم مسئول بذاته أي حد عنده حلم أي حد بيحب المستقبل أي حد عنده نظرة جميلة وبيحاول بقدر إمكان إن هو يصل إلى حلمه بيكون مسئول آخر حاجة لو سمحتم خلوا عنكم على مميزات أولادكم ومميزات أولادكم دي لازم تفعلوها لما تلاقي ابن شاطر بشكل كبير جدا جدا في الرسم حاول تخليه يفعل هذه القيمة القيمة دي مش حاول تخليه يفعل هذه المهارة مش بس المهارة دي هتخليه شاطر في المهارة دي لكن هتخليه مسئول شفنا كتير الناس بتحب الغناء بتحب الموسيقى بتحب الإراية النتيجة كانت إيه إنهم أصبحوا مسئولين لما الناس دعموا فيهم هذه المسألة إنه بيحس إنه هو أصبح عنده قيمة فبيصبح عنده مسئول خلوا أولادكم الحياة الحلوة اللي فيهم يفعلوها ويشغلوها في أشياء كتيرة جدا جدا ومدحوها ويستمتعوا معهم بدا أولادكم هيصبحوا عندهم مسئولية المسئولية يا سادة مشتركة بيننا كلنا المسئولية مش بس للمسئولين المسئولية لكل بشر عايزين حاتهم تبقى منورة بأنوار رب العالمين ربنا جعلنا مسئولين عشان يهيئنا إن احنا ننظر إليه ونراه على الدوام الإنسان المسئول هو في الحقيقة دايما بيكون مع الله سبحانه وتعالى في حال الوصول يا رب وصلنا وأننا دايما نقوم بمسئولياتنا بمددك وبحولك وبقوتك يا كريم يا ودود يا رب العالمين بعد الفاصل ألتقي بحضراتكم وأتلقى إسئلتكم عشان نجاوب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم ومعنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليها أسئلتكم ونخصص لها وقت نجاوب عليها لأن هي الجسر اللي بيوصلنا بيكم والدايما بتملاء مجالسنا النور وبرك واسمحوا لينا نبدأ بأول سؤال معنا الأستاذة سارة من كفر الشيخ سلام عادي واسم أهلا مساء نتفضلي أستاذ سارة إذا حضرتكم أنا كنت بسأل السؤال عشان والديتي عايزة تطلع الحج نبساء تجرن الكعبة نعم هي الحقيقة مش معاها الإمكانات المادية هي بتسأل هل ينفع أن هي تقترض من البنك أو أن هي تعمل جامعية مثلا عشان بحيث أن يطروح يعني أن ينفعها طروح دلوقتي وهي فيها صح أن هي طروح طيب وهي الأسف عليها ديون فهي خيب أن يطروح وهي مدونة فهي بداء مش طح يعني ديون بسيطة طيب عايزة تقول حاجة الحجة حجة عايزة تقولي حاجة هي عايزة تقول أن ديون بتاعتها بسيطة وعندها لجرب يعني يعني ما تكتريش عليها ربنا يسدد من عليها ما تكتريش عليها الديون ربنا يبرك ربنا إن شاء الله يسد من عليها بصي بصي حجة المسألة بسيطة خلص أولا أنت مش واجب عليك الحج لأن الحج لمن استطاع إلي سبيلها استطاعت السبيل ده هو القدرة المادية والقدرة الصحية فأنت مش واجب عليك دلوقتي الحج يا حج لكن إنت لو حس إن إنت دلوقتي طبعا حبنا نتكلم على الحج ولاسная بدرة على الحج فأنت دلوقتي بتكلمي بتقولي عايزة تجاهز نفسك إن إنت تحج بصي يا حج لو إني الديون اللي عندك دي مش ديون حالة دلوقتي والديون دي اصحابها سامحين ان انت تسافر للحج مفيش منع ان انت تقترض وتحج لكن لو انت بتسأليني انا محبش ان انت بي عندك دينين انت ربنا سبحانه وتعالى ما خليلك المسألة فيها سعة فما تكتريش على نفسك لكن انت لو مشتاقة ومش قادرة وخلاص وهتقدري تسدد الديون دي خلاص بس انت مش واجب عليك الحج يا حج لكن انت لو حسن ان انت دلوقتي حسن ان انت هتقدري دلوقتي تحجي وبعد كده مش هتقدري حتى لو انت بعد كده ما قادرتش بخلاص مش واجب عليك فاللي حاصل يا حج انا بقول لحضرتك انت لو اقترضتي عشان تحجي ومحدش بيطلبك بالديون دي انت حجك صحيح لكن لو انت هتقترضي والديون دي اصحابها بيطلبوك بيها لا الاولى ان انت استدد ديونك يا حج خلاص فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك وتحجي ان شاء الله من واسع يا حج معنا الاستاذ محمد من القاهرة استاذ محمد معنا او استاذ محمد معنا الاستاذ محمد من القاهرة سلام عليكم استاذ محمد يبدو المسافة طويلة عليكم استاذ كاتو حضر اتكرم علي توطي توطي التلفزيون وتسمعني من التلفون لو سمحت يا استاذ محمد حاضر 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 دلوقتي في حاجة ثماني كده حضرتك اتفضل اتفضل يا سيد محمد اه مقاش دلوقتي ثماني كده حضرتك اه سمع حضرتك دلوقتي اه قالت ثماني دلوقتي متوض بقالك اتناشا السنة ايه حاج محمد نتجوز طيب نتجوز ربنا يباري نتجوز. سمعت حضرتك بكمل كمل اكمل يا حاج محمد محمد طيب فرق السن بينكم كده حاج محمد. نعم؟ فرق السن بينكم ادي ايه? انا عنزر اه يا مواليد اه ابتده يا عمدها ستة وثلاثين كانت وانا اه فارق يجيل ان عشر سنين. مم. طيب. ما تتخليش ايه في اي حاجة خالص. والنقخة مش موجودة خالص معي. وبتخرج من وراهي وتيجي من ولا بتقول انت راحة فين ولا جاية من. وحنبتع لها بالثلاثة مرة ان هي مطفقة لها وما راح لها من مرة فجأة. فانتك جاوزتها وايه استنى بس حاجة محمد. فانتك جاوزتها يا عمدها اربعة وعشرين سنة. لا اجاوزتها اه خمسة وعشرين. حاضرة خمسة وعشرين سنة. فانت جاوزتها يا عمدها خمسة وعشرين سنة انت كان عندك خمسة وتلاتين سنة صح? حمسة سنة. وانت خمسة وتلاتين. طيب يا حاج محمد انا عايز بس اقول لك حاجة انت دلوقتي بتشتكي من حقتين. اه. بتشتكي ان هي ما بتفهمكش وبتشتكي كمان ان هي ما بتسمعش كلامك. صح كده? خلujah الليه يا والبنتين ومشار الله البنتين عليها طيب انا اقول لك شوية حاجة حاجة محمد اول حاجة هو ده سؤالك فيه سؤال تاني حاجة محمد ولا هو ده السؤال طيب حاجة محمد انا عايز اقول لك بس حاجة ان العشر سنين اللي بينكم دي كفيلة ان هي تعمل الفجوة اللي بينكم دي لان انت واضح من الكلام حضرتك ان انت بتتعامل معها لان هي سازجة ومش ما بتفهمش وان هي شخص عقله مش كبير انا قاسف ده الكلام اللي انا سمعت بعض طرف منه فتعاملك معها بتخليك تحاول بقدر الامكان ان انت طول الوقت تفهمها مش بتسمعها يعني انت طول الوقت بتعمل ايه بتحاول تكلمها وتدي لها اوامر وهي بتعتبرها هي مستمعاك لا هي كل الكلام اللي انت بتقول وهي عندها ردود عايزة شاركك فيه هي بتعتبر نفسها زوجتك فهي عايزة شاركك فيه ودليه على ذلك ان الكمان الاولاد كمان ملوء اليها فانا مش بلومك لكن انا بقولك ايه اللي ناقص منكم اللي ناقص منكم الحوار انتو بحتاجين تتحوروا مع بعض انا عايزك تتأمل بس ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قعد يسمع من السيدة عائشة وما يتكلمش ان هي تحكي 11 قصة ل11 امرأة مع ازواجهم 11 قصة وحدث النبي سامع سامع ليه لانه عارف ان هي محتاجة ان هي تتكلم فانا نصيحتي اول نصيح لحضرتك لو سمحت اقعد مع اولادك وزوجتك وقلهم تعالوا نبتدي نتكلم مع بعض وبتدوا كل يوم اتكلموا مع بعض مدة ما تقلش عن نص ساعة بس ما تتكلموش في اللي فات اتكلموا في المستقبل والسعادة لان ده هيخرج احسن ما فيكم امر التاني زوجتك طول الوقت هتبقى حاسة بهذه الفجوة اللي بينك وبينها لازم تسمعها عشان تقدر تفهم هي عايزة منك ايه زي ما انت طالب منها زي ما انت عندك احتياجات هي كمان عندها احتياجات فانت لازم الاول خالص زي ما يقول الناس العام هي في عموم الكلام لازم تشتري الاول تسمع الاول تسمع الاول عشان انت لو سمعت هتلاقي حاجات كتيرة فرص عندك تقدر تجذب قلبه وقلبه اولادك حاجة اللي بعد كده كمان لازم تجي وتقعد مع اولادك تقعد مع اولادك لان انت الرعي ليهم قلهم انتوا شايفين الحال بتاعنا بما انك انت الاولاد خلاص اتحطوا كمان في الامر ده اسأل اولادك انتوا رأيكم اللي احنا فيه ده يتحل ازاي واسمع منهم ونقشهم مفتاح القصة اللي بينك وبين اولادك وبينك وبين زوجتك الحوار 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 الامر التاني انت لازم تحن عليهم لان انت قلت جبت سيرة زوجتك والبنتين افضل طريقة تتعامل بيها مع النساء سواء زوجتك او البنات الاحتواء احتويهم يا حج محمد كل ده هيكون في ميزان حسناتك وهتبقى ساعتها مستوص بالنساء خيرة وساعتها هتبقى حاجة كمان مهمة جدا هتبقى كمان انت عملت حاجة مهمة وان انت بترعى ومسؤول عن اهل بيتك بس حاجة كمان انا عايز اقولها للزوجتك والاولادك مهما حصل مهما حصل انت في اسرة واحدة مهما حصل ده زوجك اللي انت في الحقيقة متجاوزاء وهو مش عدوك ما تعمليش جبهة في البيت ولو عملت جبهة في البيت انت بتعصي ربنا مرتين مرة لما اتعطيش زوجك ومرة لما حاولت كمان تنشر الكراهية في بيتك اوى حد ينشر الكراهية في بيته عشان اولاده ما يتدمروش وهو يتدمر معه فلازم نعيش مع بعض بالحب ده انت زوجين مش اعداء وجعل الله سبحانه وتعالى بينكم مهد ورحمة فالحب موجود اغرفوا من النهر الحب اللي موجود عندكم في البيت بكلام حسن وكلام متزن ساعتها الامور هتتحل استاذ عصام استاذ عصام من الورفية تفضل استاذ عصام تفضلي استاذ عصام وعليكم السلام حتى كانت تفضل استاذ عصام استاذ عصام مع حضرتك سامح حضرتك حضرتك ساماني انا سامح حضرتك دلوقتي تفضل ايفاند والله يا شيخ انا عندي سؤالين هسألهم لحضرتك مرة واحدة وهقفل وانتظر من حضرتك الاجابة عشان ايه افهم من حضرتك الاجابة على قدر المستطاع يلا تفضل ايفاند السؤال الاولاني بالنسبة انا والديتي متوفية كانت مريضة وتوفت توفاها الله اه فانا المفروض ان انا ليه مراس اه والديتي عندي اخوالي هل من الحق انا ليه حق ان انا اطالبهم بهذا المراس على الرغم ان والديتي توفت ولا مليش حق واذا ليه حق وهم رفضوا يدوني من حق ان ارجع بالقضاء او مش من حقي ده السؤال الاولاني السؤال الثاني خضرتك اه معلش اه انا مع زميلي في الشغل اه في نفس زميلي في الشغل بيعملوا مثلا حاجات مش قوية او بيعملوا حاجات في العمل اه محدش يتقبلها مثلا او حاجة ممنوع او حاجة غلط فانا لما ديجي مسؤول يسأل اه مين اللي عمل كده او مين اللي كثبت في كده فبيجي يوجيه لي انا مثلا السؤال فانا مبر باشي اجاوبه اقول هيقوله عليك ان انت مثلا انسان مش كويس انت بتنقل الكلام ايطا فانا بتجنب كل ذا الكلام. هل من حقي انا كده علي وزر لما يجي يسألني مسؤول اقول له مثلا فلان اللي عمل هل كده انا علي وزر او معليش وزر. سؤال اللي بيعملوه ده شيء خاص بمخالفات خاصة بيهم ولا ده نزام العمل بيمنعه. لأ نزام العمل بيمنعه. طب نزام العمل بيمنعه دي رشوة مسلا. لأ مش رشوة ولا حاجة مسلا بيبوزوا حاجة في في الشغل بيكسروا في حاجة معينة مفروض هم معهم شغل معين يخلصوه. اه يعني سؤال انت انت رئيسهم في الشغل? اه حاجات من القبيل ده يعني. يا استاذ عصام انت رئيسهم في الشغل? لا انا يعني انا انا المسؤول عنهم. اه يعني انت مديرهم. انا في مسؤول علي يعني انا مسؤول عنهم وفي مسؤول عنهم بيحسبني ويحسبهم. كويس. يبقى احنا دلوقتي يبقى هما انت بتتسئل على سبيل ان انت وكأنك بتعمل تقييم لشغلهم وتقرير عن شغلهم صح كده? بالزبط كده. فانت بتسأل اننا لو سئلت فاخفيت ده او صمت هل اكون هل اكون هاثم? هست تكونوا هاثما. طب اذا انت عندما سئلت هل هم اجادوا او لم يجيدوا وانت بتطبق المعايير. لو انت قلت ان فلان اجاد وفلان ما اجادش ده واجب عليك شرعا. لان ده نوع من انواع الشهادة. لازم نعرف كده احنا في الشغل يا سادة. عندنا اعملنا ليها تكييف شرعي. انت اذا سئلت عن ايه اللي فلان عمل وايه اللي فلان ما عملوش. وانا مسؤول عنه وبكتب عنه تقرير اداء. ده اسمها شهادة. ولا يجوز في الشهادة ان الواحد يعمل ايه? يزور هذه الشهادة او يكذب في هذه الشهادة. يبقى ايه اللي حاصل? كثير من الناس بيختلط عليهم الام. انا لو مسؤول والامر تحت ايدي وواحد عمل مخالفة وانا استطيع ان انا اصلح المخالفة دي اصلح المخالفة دي واتجاوز عنه. لكن اذا سئلت فيجب ان اجيب بالصدق. اذا سئلت فعليك ان تجيب بالصدق. لانك اذا لم تجيب بالصدق في الحقيقة فانت خنت الامانة. خنت الامانة وانت يجب عليك ان تشهد بالصدق. يبقى واضحة المسألة لو انت حاجة انت تحت ايدك اه هو اخطأ يجوز ان انت تتجاوز وتعلمه وتغير ده. لكن اما وانك انت سئلت فعليك ان تجيب بصدق لان دوة واجب عليك شرع. نعم. السؤال التاني بتاع المراس بقى بتاع خال حضرتك. اه لا. من حقك ان انت تطالب بالمراس. من حقك ان انت تطالب بالمراس. بالعكس طلبتك بالمراس دي ممكن تحل مشكلاتها تحصل في الاجيال اللي جاية. فانت عليك ان انت تطالب بالمراس. طب وليك ان انت تذهب الى القضاء. لك ان تذهب الى القضاء. كده انت مش ابن اصول. لا. اللي مش ابن اصول هو اللي اخد المراس ومنعه ومنع حق الناس. مش لازم يعني عشان يمنح أم لازم عشان يبقى آثم من أم يكونوا يتامة منع حق الناس وأكل أموال الناس بالباطل هذا اسم وظلم والظلم كبيرة فعليه أنه هو يرد المراس لصاحبه فإذا هو ما ردش المراس لي أن ألجع إلى قضاء نعم لي أن ألجع إلى قضاء أستاذ محمد من القرارة رجالين تانية عنده بقيت سؤال تفضل أستاذ محمد يا دكتور محضرتك ما يع retrouشي الكلام و لا أنا و حالس على بالطلاق ثلاثة نهاية ما تشتغلش طيب حالس على بالطلاق ثلاثة عدام الناس نهاية ما تشتغلش في المدرسة بقيت محمد قريد طيب أسألك سؤال يا سيد محمد طيب سيد محمد عندي سؤال طيب يا سيد محمد bس أولا ما كانتش مناسب ما كانتش لي لازم أن أنت تقول للمدرسة لكن أسألك سؤال أنت لما حلفت عليها أن هي ما تشتغلش أولاً هو إيه اللي جابت طلاق للشغل بتحلف عليها ليه أدي واحد حاجة تانية السؤال المهم بقى يا سيد محمد ببساطة أنت تجوزتها وهي بتشتغل ولا لا طيب يا سيد محمد أنت لو حلفت عليها أن هي ما تشتغلش لازم نفرق ما بين في الحكم ده ما بين حاجتين أنت تجوزتها هي بتشتغل وإنت موافق على شغلها بدل موافق على شغلها يبقى خلاص أنت موافق وعندها إذن أن هي تشتغل أنت بتحلف عليها بقى أن هي ما تشتغلش دلوقتي يبقى تعالى نشوف بقى أنت حلفانك ده إيه صيغة الحلفان ده صيغة الحلفان دوت لازم نحقق فيه لكن أنت بتقول هي نزلة راحة الشغل وأنا حرف عليها بالطلاق أن هي ما تشتغلش لو كانت أنت متجوزها وهي بتشتغل هي ليست آثمة أما لو أنت حلفت عليها وهي أصلاً ما كانتش بتشتغل وأنت بينكم وخلافة على الشغل فهي نزلت من وراك لا مش من حقها أن هي تعمل الكلام ده لازم تتفقوا عشان يبقى فيه توافق في البيت لازم تتفقوا على مسألة الشغل ده لكن اسمحوا لي أنا أقول لك حاجة يا حج محمد وأنا واضح أن حضرتك بتتبعني أنا محبش مسألة المكيدة والمناكفة والنكاية في حد يعني أن أنا أعمل حاجة نكاية فيه طب والله بدل أنت مش من دياني حقوقي طب والله علي الطلاق ما أنت منازل الشغل لا ده مش عدل ولا ده دين وإيه اللي دخل الطلاق بنحلف بالطلاق ليه أنت بتحلف بالطلاق ليه يا حج محمد ما تحلفش بالطلاق يا سيدي خلي الطلاق ده مصون ما تستخدمش الطلاق في التهديد الطلاق ده حالة زي بالضبط الكي زي بالضبط البتر نستخدفهم في مكانه ما تستهنوش بالطلاق مو ده اللي وقعنا في المصيبة اللي احنا فينا دي إن الطلاق بقى كتير لإن الناس مستهنة بالطلاق بيبيعوا بعليا الطلاق بيشتروا بعليا الطلاق كل حاجة فيها طلاق 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 فنتقل الله في أنفسنا فانت مش انت يا حاج محمد مش لما تيجي تقول لي ان انا حلفت عليها بالطلاق انا كلمة الطلاق هي اللي هتخليني اركز الحالة اللي بينكم هي اللي عايزت تتحلي يا حاج محمد انت عايز الحقيقة يعني انتوا محتاجين تدخل متخصص تعالوا لنا عشان نتكلم مع بعض لان دا وقت في الحقيقة محتاج ان احنا نتكلم مع بعض بشكل حقيقي وبشكل صحيح يا حاجة محمد يا سادة احنا النهاردة للاسئلة كلها والله كانت كلها متعلقة بالمسؤولية ياريت نبقى مسؤولين مسؤولين عن كلبنا مسؤولين عن عيالنا مسؤولين عن زوجتنا مسؤولين عن أزواجنا ياريت كلنا نفتكر المسؤولية وان المسؤولية دي مش بتجدد فينا الدم ان احنا موصولين بالله المسؤولية بتخلينا نقدر ننزل الأعباء اللي علينا ونفتكر ان ربنا سبحانه وتعالى واحنا بنقول له إياك نعبد وإياك نستعين الله سبحانه وتعالى يقول لنا وعزتي وجلالي لا أترك واحدا منكم يحمل شيئا فسأحمل عنه أعباءه ولكن يتجه إلي ويرغب في السير إلي بمسؤولية وأنا سأكون معه حيث كان وهو معكم أينما كنتم يا رب اجعلنا الدوام نتشرف بمسؤوليتنا ونرعى أحبابنا رعاية صادقة فيها انضباط وفيها محبة وفيها التزام وفيها كمان عايش بإحسان وبجودة يا رب اجعلنا من أهل الإحسان على الدوام يا رحمن يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين أكربنا بالإحسان في كل وقت وحين شكرا